السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يذهب للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل من هذه الفاكهة لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجع بن رجاء ويأكلهن وترا رواه البخاري إخوان كرام فقد حرس النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أشياء في يوم عيد الفطر والأضحى ونقلها لنا صحابته الكرام وهناك أمور يختلف فيها عيد الفطر عن عيد الأضحى ومنها ما بينه هذا الحديث فيروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد الفطر لا يخرج من بيته إلى صلاة العيد إلا بعد أن يأكل تمرات أو خمسا أو سبعا وهكذا فكان من عادته صلى الله عليه وسلم الحرص على أن يؤتر في كل شيء إشعارا بالوحدانها وتبركا بها وقيل من الحكمة في الأكل قبل الصلاة الله يظن ظن لزوم الصوم حتى يوصل للعيد وقيل الحكمة هي بيان المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفطر بعد وجوب الصوم وقيل إن الفطر في أول الإسلام كان لا يجوز إلا بعد صلاة العيد ثم نسخ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس وأن يؤكد لهم بالفعل أن ذلك قد نسخ وأصبح من السنة الإفطار على التمر إن وجد وما يقوم مقامه قبل صلاة العيد ففعل ذلك بنفسه وواضب عليه ليقتدي به الناس ويفعل مثله نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر وارحم لكل من نشر هذا المقطع إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم فالدال على الخير كفاعله